ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 هتلاح نانسي قنقر 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 موسيقى موسيقى حلو حلو هاوي 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 ولسه يعني القرش حيروح مننا فينا حج ما تقلقش نفسك انت بسيبهولي انا عارف اتعامل مع الاشكال اللي زي دي طب على راحتك يا حبي زي ما تقمر قولي حضرتك راجع هنا النهاردة ولا ايه انا وصلت برفقات مش هقدر اريع السوق يا اخي انا تعبان حبيتين فيها ايه دي راي اتعامل 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 لا ما انا مش هقدر ارجي بكرة طالع مصور اسكندرية يا اخي لا لا اتطم انت هالس انا كويس ما كيش حالك مع السلامة السلامة يا حاج بالسلامة باتحامل ايضا انا ضعلنا منك يا سعيد خير إن شاء الله كده جيلك النهاردة لحد الوكالة وتصدرني بالشكل ده أنت عارفة أخوك يعمل إيه قطة يبقى خلاص الحمد لله إنها إيجت لحد كده سعيد مين البيت اللي جات لك الوكالة النهاردة يا سعيد كلي يا صفواء أكلتك مش عاجباني اليومين دول وإنت يا صفواء كلي عشان تكبري معلش بقى أكل نواشي في اللي لادي أصل أنا من ساعة خنقتك مع عزام مبارح وأنا مليش نفسي لا دخل مطبخ ولا أعمل أكل مش عارف لي يا أمه حاسس إنك عاوزة تتكلمي عليه وبقالك نص الساعة بتلفي بتدوري حواليه هو إيه ده؟ هو إيه ده؟ عزام يا خراشيه؟ هو أنا مكشوفة قوي للدرجاتي؟ بصي اللاستك المراياتي معلش يا أمه تكلمي تكلمي أول غير أسطوانة قطم الليلة دي أنت جديد مطلوب برضا أنا بس نفسي أفهم إيه اللي خلاك تسمع كلام سلطان وتمشي عزام؟ الله، مش هو الحق صاحب المال ولو الحق يتصرف فيه على كيفه؟ لأ بقى، إحنا لنا فيه زي ما هو له فيه وعند الكسبات ولا هي لخبطة في الكلام وخلاص؟ أنا برضو بلخبط في الكلام يا سعيد؟ ماشي خلاص يا عزيزي، حقك علي، ما تزعليش؟ إيوعة، إيوعة كده ما تزرجنيش؟ بعدين مش أنا اللي سمعت كلامه بخصوص عزامة؟ ده هو اللي سمع كلامي ومشاه هو مش حرام عليك يا سعيد؟ إيه حرمت عليه عيشته بطرح ما هو قاعد؟ ده الموت حلال عليه، لو ما الواحد عائل بس؟ يا حج، حج السلطان؟ إيه ده حج نم من غير عشرة؟ إنت نايم على اللحمة بطنة، إنت ما تغدتش؟ حج سلطان؟ طب قوم عشان خادر طب كل أي حاجة، سلطان؟ 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 رد علي يا سلطان؟ يا حج، سلطان؟ سلطان رد علي، سلطان؟ يا لوي، بلحبوني؟ شطور يا صفاو، أنت بتساعدين انتك؟ يا حج؟ إيه وحاجة؟ إيه ده؟ سلطان؟ خير إن شاء الله؟ يا حجة؟ مالوا؟ أطولي إيه؟ إيه خلاص أنا حتصرف، سلام؟ إيه سعيد، مالوا سلطان؟ عم السلطان وقع منطوله محطش منطق، خايفيلي يكون مان ما سكر، خير ان شاء الله موسيقى موسيقى سباح الفل سباح الفل المعلم ساعد لي سايا ما جاشت لحد الوقت موسيقى موسيقى يجيب السلامة ان شاء الله كارش احرقتني ودي حندق استنى 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 يا بو كارش شفتوا اللي حصل يا سوق ايه عزام ايه اللي حصل اصله اللي يجى عليها ما يكسبش يا جدعان ايه اللي حصل ما تتكلم على طول ايه اتكلم على طولوا يعني هتكلم على عرضه ولا حاغني ولا انا ايه ادعو للحاج سلطان ربنا معاه من الليلة انبارحة وهو في الاستبالية والنعمة في الاستبالية لا اقولي ولا قوتة الا بالله اقول كلام تانى ايه ما اقول الكلام اللي حصل يا رجل اتكلم عدل ايهو انا اقلف يعني الله أجيب كلام منه عن دمه الرجل في الاستباليا من ليلة مبارع والنيابة من ليلة مبارع إذا قوله الله يعيش في الحج السلطان يا أولاد هو الحج السلطان عيان بصحيح ويحي بعيش ده وانترع العيان وعمل أدم زيلي واخراته حفرة في الأرض يعان ما حطوا السنة في بوكة إن شاء الله في كل الحج السلطان يفرع لوارك السوق تاني إن تعوله يا رب يا رب يجي يا رب صباح النور يا ريس خير مش بعادة يعني تأخر علينا إيه الحج السلطان ماله يعني الكلام اللي سمعناه صح ده عزا عمال يهلل في السوق كله ويقول إن الحج السلطان في المستشفى من أمتى الكلام ده يا ريس طيب إحنا قدام الوكال أنا والرجالة إنت حتجيلي على المستشفى على طول أو تأخذ مفتاح الوكالة وتفتح زي العادة ولقى كني في حاجة وتنبه على الرجالة أو أي حد سأل عني ولا عن الحج ما تزودوش يا ظروفه خلاص ماشي ماشي يا ريس يلا تعالي بسرعة عشان كده تستموا مظهرش مبارك معقولة الجبل زي ده يقع عقد عاني ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بقولك ما تجيب لنا شان دويش بطاطا إيشني؟ ما تأخذ دماغ لا هيجيبلي وأنت أبو كرشي طعم الشاي بقى بس كده علي النعمة من نعمة ربي اللي عزم السوق كله على شيء على عصابك يا عزام أنا علمك روح ربنا يا سهلها لك يا ساتر يا بو كرشي تاميني يا دكتور يا جلسون لا تاميني الحنو مستقرة ما تخوفش مجرد غيبوبة السكر عديد سكر؟ سكر ده إيه؟ السلطان ما عندوش سكر يا دكتور لا احنا عملنا له تحليل عشوائي والناس بطيلة كبيرة جدا في الدعم السكر جاله إزاي يا دكتور؟ لا بيجي من غير سبب وغالبا كان عندو أصلا واللي ظهروا شوية إيجاهات في الشغل أو ضغط نفسش دي هو سلطان الحمل ده هو حصل هو حمل ده لا حمود يا ربنا نجات على قد كده لا يسطر هيك الدكتور حيزة أشوفوا لا يسطر هو هيخل كنات شوية ده لو ما حصلش أي مضعفة سعيد هتقدروا تشوفوا براحبكم بعد اسموك تشكرين يا دكتور سعيد إيه اللي زعل سلطان في الشغل يا سعيد؟ والله ما عرفش يا ستة وردة اللي بيحصل كل يوم ما جدش حاجة يعني بس هو راح مشوار أنا ما عرفش الفين وساعتها ما شفتوش هو ده هو ده المشوار اللي عكر دمه ده رجي عن برحلة طايق يكلم حد ولا يأكل هو راح فين يا سعيد؟ بقولك ما عرفش يا ستة وردة سدقيني ما عرفش عن إذنك هايوة يا صبحي انت فين؟ نايم يا أخويا؟ طب صح أنه؟ يلا تعالى طيران على بور سعيد أماك الحج السلطان في المستشفى يلا يا أخويا تاكر الحاج السلطان يوم بالسلامة هيحصل هيرجع وكل اللي في السوق هيلم تضواء وهيرفله بقهم زيهم زي الكلاع بس الحاجة كيلوه يا مداعان ما حدش يعني خلت فيها هو ده الخوف يحلم فكرة كاعنا لما تدستيوه بيبقى هوه كل في كل يا باس ازاي الحال؟ ما هو تقريباً الكل في الكل دلوقتي ايه اللي جد علينا يعني؟ لا يا عم دي حاجة تقدي برضا ربك يسترع ششت ودي صوتك اخويا انت وهو بدل ما الجربيع اللي برا يسمعونا العملية مش ناقصة بكرا الحكي سلطان يرجع وادخل بار في السوق هيرفل على نفسه بحره ما هو يمكن يكون التكل فعلا بس مش عايدين يقولوا عشان ميربكوش الدنيا ما اقول بول الله يرحمك يا حاج الله يشفيك يا حاج السلطان كما الواتحان دق راح فيني خرب بيتو ما اقول البضاعة وصلت وشتها ايه اللي لسه قدامها كم يوم؟ ما انا قايل قبل كده كل شيء ممكن في الاسراد والتصدير داني مؤخر تقرير الفحص مخصوص عشانكم دبرني بقى اقول لنا اعمل ايه؟ اسبر علينا كم يوم يوم ولا اتنين على بال بس هنلاقي مخزن تاني والسوق ايه دا شوية لا يوم ولا يومين يا سيدنا انا كده ممكن اضيع لا ما انت بتقفل هاش فيه وشي بقى اخر كلام البضاعة تطلع من الميناء على الكارنتينة عشان تتعدم بكرة الصبح الساعة سبعة يعني قدامك النهار بطوله تجهز العربات والفلوس ما زوى الا نتقابل في عملية جاة بعين الله بكرة الصبح دا بالكتير دا بالكتير يلا يا حبيب انت هوى شد حيالك الله يخليك الف عبدالله عبدالسلام يا حك انت قلقتين عليك ايه؟ ما انت زي الفل اهو ايه؟ سعيد امر الشريك ايه يا سعيد الحمدلله على سلامتك يا خوني تسيق بوقتي مرده؟ انت سحرانة معاك ايه؟ ايه؟ اخويا وانا ليه حد ليه ركزها الجنبه يا سلام طب احنا كمان سحرانين هنا من مبارح الحمدلله على سلام عليك عبدالله على سلام عليك الف سلام عليك يا حبيب ان شاء الله بيكرهم شكرا يا بركات شكرا يا بركات أبا يا حياة مالش 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 6 أبا شائح مالش 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 حطير. ما ينفعش. ما ينفعش يا سعيد. الناس دي احنا بنين على ختمة بيهم بالكلمة. وهي دي لازم نحترمها مهما حصل. ماشي يا حجي زي ما تحب. الشدة بتزول ان شاء الله. انت دلوقتي تطلع الوكالة الاول. علشان الناس ما تبتديش تلبك بالكلام. ما تخافش يا حاج? الوكالة مفتوحة. اكنك احناك وزيادة. لازم يكون حد مننا في الوكالة. انت دلوقتي تروح الوكالة. تفتح الخزمة. وتاخد الشيكات والتليفونات بتاعات الناس اللي هتروح لهم في اسكندرية وتقوم باللازم. ماشي. ماشي يا حجيجة. ولما ترجع. ابقى اتصل بديريت. وشوفهم. هيبعت الرجال اللي هيعينوا صربون دمجة. حاضر احنا. سلاموا عليكم. مع السلام عليكم. خلصتوا الكلمتين السر. ايه يا برده. انت هتغير علي من ابن اخوي ايه ولا ايه. لا مش القصد. بس انا عايز اعرف يا اخوي. ايه اللي رجعك مبارح كده وشك اسفر. ولا طيق تكلم حد ولا تبص لحد ولا تقعد معا حد. في ايه يا اخوي. طمين لي قلبي قولي. طمين يا خالد سواجه. مفيش مابلة. مفيش مابلة. سلامتك. سلامتك يا مرعيني. قلبي 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 قل أمي عيانة ما بتموت ولازم أجيب لها حوالة خالي أمي أبا؟ أفهميك إزاي بس أمي أمي عيانة هاتي 30 جنيه ولا أقولك خليهم 20 جنيه وأنا هتصرف أبا؟ أعمل لي معروفة فهميني بقى الله يرضى عنك أمي ما علمها ليش هفهمها لك إزاي دي أحاسيبة 30 جنيه بس حاسيبة 20 20 حاسيبة في إيه في إيه مالكو في إيه الله مالكو في إيه إيه في إيه الله عارف عارف أن متنيل بقى أهلي كتير ما جبت الشغل بس إيه هو الشغل بالسهل من رطرت على الرصفة بينادل ليشيل أبو سيديكو الدنيا فلوسه يبقى لكم هم عيانة أنتو هتهببوا لي هرجع بس من عند أمي هنزل على سوق العرب هتهبب أجيب شغل أكيد هلاقي ما هو دلوقتي سوق العرب لامم أشكال والوان بعد ما راحل حجب سلطانه هو أنتو ما تعرفوش ولا إيه دي برسعيد كلها عارفة حكاية موت الحج سلطان إيه يلا بقى لحسن أمي هتموت يعملوا معروف بتاعتو عودوا تبرا قولي كده طيب بصوا بدوني بريزة وشلم أنت متأكد بالكلام اللي بتقوله يا تومة ولا ضرب لك كوزين كله معتمرين دي هنا يرش حكاية موت سلطان دي بجد ولا أنت بتزاول الحرميتين دول عشان تقلبهم في رشين طب هات أي حاجة ونقول ما تنتقات ولي إيه اللي حصل مش من دماغي والله السوق كله مرهوس يرغردين يعني سلطان مات بجد معقولة كاسبه دايما أخد يا قد مش خسارة فيك إيه دا؟ شلم بتلحق إنه لوحدها ببريزتين يا جد هخلي في قلبك شوية رحمة بقول له كون معي أنا وبتموت في البيت خلاص خد تشد التاني أهو افتكر إحنا ملناش حاجة في نفسنا خليك مؤمن وجمد قلبك بالإذن يا عمرايا شكرا شكرا بقو بريزة بقو لك يا بدري ما تجيب بريزة كمان وقت قوي سك اوه روي خلاص نهات نهات انشوا اذا ktor لا حول الله يا ربي بقى كل صنعه انت طعيف برضو مجانش يسيبه لو اتكلهم من مين ياخد العزر فيه لا حول الله عزر ايه احنا عاوزين نعمل صوان وفرح ونجيب عوالي فيه عيب يا جدعان لا يصحش هيسمعكم لاش امتها في الموت صوان خير يا رجالة صوان خير يا رجالة صوان خير يا رجالة يا رايس طمننا اخبار الحق ايه الحمد لله كل شيء تمام بس حدود فى السنة الحمد لله الحمد لله يا رب مالي الاخبار اللي ماليها السودة اخبار ايه يقولوا يعني يعني انت عارف الاشعاعات بقى يا رايس المهم طالما هو بخير عارزونا نشوفو نتطمن عليه كلها يوم ولا اتنين بالكتير ويرجع فما تعملوهاش بقى حلوانة فسلوانة كل واحد يشوف شغله حاضر يا رئيس رئيس استيمو اه لان يا جندي تخش صحيح الكلام اللي بتاعنا على الحج سلطنة؟ الله وانت شايف ايه؟ شكلك مبطنة بس السوق كله يعني بيقول كلام بعد شر يعني الله يفيك الخير يا اللي محدش غيرك في السوق اللي ما بيستحماش ده استعنى وسائل ازاي يعني يا رئيس استيمو ده انت جمالك وجمالي الحج سلطن مغرق انا بالساس للراصل ده قال لي حاجة طب ما تشرب لك حاجة ولا يا خلف تعالى هات حاجة ساعة على عمك جندي وهات لي انا اهو مصبوط عيني اعملوش لزوم يعني انا كنت جاية اسأل عن خلف ما تقعد يالا انا هتحايل عليك ولا ايه؟ مش الاصد والله انا عايز اسألك عن اخبار السوق اصلي شامي بريحة مش عجباني مش عارف ملتها ايه شكرا شكرا